ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الهالك لفظ انفاسه الاخيرة اترة لقيه طعنات بالسلاح الابيض من طرف احد الشبان ولم تستبعد المصادر ان تكون للجريم علاقة بعلاقة بينهما هذا ومباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملك والسلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادث انتهى بتوقيف القاتل ومباشرة عملية نقل جوتة الضحية الى مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني باقادير من اجل اجراء التشريح الطبي كيف يتقسموا الى البيبان كل مرة يجي خصيب الى البيبان ديما مش فورة الدر ديما ديما الناس قالوا يكدازوا الفجر فاش رجعوا لقوا مضرب الموس وتسرق لي التليفون وتسرق لي كل شيء وجواب ويسا سرقوا لي الموتور والدواء القوته ايضا لذلك شكل زيار جدا هل يولد رجع الناس يقولوا رجع ايضا رجع الفجر في الحسن المال قواه مقتول انتهى صافي للسيد لي ان كان يشفر مكان أاضي مرة قال لي ايضا لك يكون عنده شي شيء ويدخل عنده هو شكل ما انا عملنا سرقل مخرفسة ايضا شكش ذا نعمقي لنس مالة ماذا حسابات الى مجال فهل يمكن ومس لدينا لي احنا لا امرش في نها في اشي حاذا يعني انتم اصدمكم هذا الخبر؟ اه صدمنا اراح الا احنا بحلا قل ديك انك انبهو وكان هو التاب رسو وكان دير الكاميرات ودير الكاميرات فى الموتور وديرهم فى الكاسك وديرهم فى شاهم الحاجة خايف على رسو وكيدير ديك الاراسيون بحلا حاس عار وتابعينه وكيدربوه بالحزر ما اخلوه ما دارو لي كيكون فى الدار ناعز وكيدربوه بالحزر راح تشجيرا خاص طوما يعرفوا هاد الناس نشوفوهم ونشوفو خاصة البحتراء خاصة يتعمق بزاف فى هاد المشكلة ونشوفوش كل السي